إنسان بأنه كي يضيب عثل الوقت أو كي يعمل واحد من جرود كبير لربما لا طائرة تنمينه ولكن كتصادف الضروب كتلاقي بها الناس ومعوشوا اللي في خلاله بأنك تزير تحامل أكثر وذبورت أن هذا الوطن باقي في الضغط ويستحقوا أن أعماله من تجميع ونقوله غير كما ينذروا إيش حاقتاً على هذه الأرض ما يستحقوا حيث وكنشكر جميعاً للمهنين الحاضرين ينقص سادة ممتدي إلى جمعيات بمختلف طراب الوطني يكفي أن أذكر أن معانا حضور من جرمين دار الصحراء ويكفي أن أذكر أن معانا حضور من مالية الزادورة في شخص الدخط ديانا رئيسة الجدد راسول الدخط حان الوائي ويكفي أن أذكر أن معانا حضور مالية وجدة يكفي أن أذكر أن أحضور مدينة فتكان مدينة قنزة في قوال المضيط هذه الأخوان هذه الأجدير هذه كلها إشارات كلها إشارات يجب أن نستوعبها ونحسن سؤالها فأن ينتقل المهنين الأخوان بهذه المسابة كلها ويقتحل هذه المسابة كلها ويترك الشعور دياله والعمل دياله لا لشيء إلا أن يحضور مدينة فرداء وراء ومنات حضرهم على المهنين في مدينة قنجة ويحضرهم على اليوم في مدينة قريبة فهذه المسابة كلها إعطاء إشارات منهم والأمر بأن هناك وعي كبير يتبرر في هذا بأن هناك ناس تمد يدها بأن هناك ناس لم تجلس مقاحلها ولم تجلس في أمكانها يعني تمارس تجارتها وتنتقد من بعيد ولكن هناك ناس تنتقل وتترك محلتها هذا الشيء إلا بتشارك بإجاب الحال وهذا جزء من المعضلة التي كنا نقع فيها في هذا الوطن وهو أنه نفور طبقة نعنية نفور ناس يعني أن الناس كانت أسات واحد وخص من العمال وإسات من النتائج ولكن تنشوفوا بأن هناك فكرة جديدة كتب الورث وهذا في دارة يولي الحرب قائدة وماشية في التصور وفي إثبات التصور الجديد وهذا المقاربة الجديدة لا نساش أشكر الممثلين الصحراء ولمنساش أشكر الممثلين السوط المحلية وممثلين سلدي الوزارة التجارة والصناعة والاقتصاد والاستثمار والاقتصاد إذن أخوان كما قلت هؤلاء المهليون يعني تيبقى 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 أشارات على أنهم يريدون أن يجدوا الحل يجوا أن يريدون ويسعون الإيجابة ففاة القطاع الكيميكلوب فالحديث أخوان عن تحديات القطاع والتحديات التي يعشوا القطاع الحيوي المهم في النسيج الاقتصاد الوطني يعني مهم لا من حيث مناصر الشغل التي يوفرها يعني بصفة مباشرة أو غير مباشرة دائما أو غير مؤقتة ومن حيث رقم المعابلات الذي يحصيقه قلت بأن الحديث عن تحديات يحيلنا إلى الإكرهات التي يعيشها مهنيها ومعانتهم مع مشاكل لا نقول بأنها مستحصية لك ولكنها متروكة إما سهوا أو عمدا أو مماطلة يعني لا يمكن تحديد تلديد النوعية في الدراسة التي قامت بها وزارة فلاحة مشكورة في 2016 وقفت على الكثير من مواقع خالفة القطاع وأشرت بكل وضوح ولكل موضوعية وهذا الشيء نتمنعه قلت بأنها وقفت على الكثير من التحديات التي تواجهوا القطاع أولاً لارتفاع المتزايد للمواد الأولية التكلف القاهدة للمعدات غلاء بوطة الماء والكهرباء متأخرات ضرائق وصندق وطني الضمن الاجتماعي وهنا أشير إلى أننا في الدراق المغربية لجمعيات المخامز والحالوية العصرية والتقنيدية وعياً منا بالمقاربة التشاركية يعني عندنا رؤية في كل ما سابق ذكره وذلك بالموارسة القوة اقتراحية التي يضمن علىنا دستور بيلا أولاً مقتنع بأننا يجب أن نكون جزءاً من الحل نشارك في قرورته ونشارك في تفعيله فيكفي أن نعمل على تكيف تصليف مثلاً وهذه تصيحة خرجنا بها في المدينة الطن يكفي أن نعمل على تكيف تصليف مع التعريفة فلا يعقل أن قطاع القطاع القطاع العنار في التصنيف هو قطاع صناعي وفي التعريف هذه الكهرباء يؤديك القطاع السكني والقطاع التجاري وهذا يتقل كهلاً المهنيين المهني اللي ما تخلطي خلص خمسة ألف ستالة بدرهم وتطلع فترح تغيش لأنا بدرهم شهرياً أما المتأخرة بيض ضرائي وهذا تصليف واقعي شماعي فضلظم بأن نفس هذه هي أول ولن تكون آخر مرة ترجع فيها الحكومة إلى اتخاذ تدامر استقنائية من أجل إنقاذ قطاع القطاع ما يجب أن النساء أيضاً هو الحكام الأخوة هذه المسألة تفردت في الدراسة استراتيجية جزءاً مهمة سواء في شطريها الأول والتاني أو في مشروع برنامج تعاقدي الذي أقرضها لأنها ستوقعه مع القطاع وهذا كان قبل إنشاء فدراليا حيث أن القطاع كان يتقر إلى حكم مؤهد قادر على تمتيله وعلى التفاوض باسمه وقادر على تنزيل ما تهيئه الحكومة من ترسان قانونية وما ترصده من موارد بشرية لتهيئ القطاع الفدرالية إنما جاءت لتغير مفاهيم كثيرة في مسألة حكمة ومسألة تمتيلها ذلك عن طريق اعتماد طرق مرتكرة وفكر متجدد حيث تواصل اجتماعي حيث النات حيث البواب الإلكترونية حيث العلامة البصرية التي ترون أمامهم وهذا مشروع إن شاء الله مشروع مقترح لشاركة مع الأنصى ومع المكتب الوطني للسلام السلحية ومع غورة التجارة والسلحية من أجل بحداث دفتر تحمولته دفتر تحمولته الخاصة بالمخابي على أن المخابي المؤهلة هي التي يخول لها أن تعلق هذه العلامة البصرية من طبيبها مع تحديد عدد النجوم على شكل الفناديق نجمة واحدة أو اثنين أو ثلاثة على حسب نوعية الخادمات التي تقدمها هذه المخبضة في دراني مؤخرا تلقات البوابة الإلكترونية لها هذا جزء مهم في تغيير النهر الذي كانت تسيير في الناس الخضر في البوابة الإلكترونية نطمح أن تكون مرجعا لكل من يبحث عن أي شيء يخص لفهم سوف يكون في هذا المخابي مؤسس بالصور والأماكن والمدر والزواج سوف تحميل الترسال القانونية سوف تحميل فضاءات للتحميلات خاصة من نماذج لعقود الشغل ونماذج مثلا للمراقبة الداتية ونماذج لشواهد العمل حتى نسهل على المهني جزءا من الخدمات التي يحتاجوا إلى تقديمها فالمهني أصبح يجد نفسها محتاجة ومضطرا إلى ممارسة مهن بعيدة عنه ربما هو بأميته أو بمعرفته البسيطة ولكنه أصبح ملزاما قائلوا أن يغرم عبود شغل أن ينسجل صريحات الدرس الدرس المجتمعي مطلع كل شهر أن يقدم شواهد عمال أن يقدم شواهد العقل السانوية للعمال فهذا يجزمه تكوين ومتابعة كما قلت فالفدراني جاءت لترقي روح المغادرة والاقتراح وعدم الاتكال على الحكومة وانتظار ما سوف تجهد بها نحن نقولها ونعيدها نحن مقاولون مستثمرون لوفر مناصب شغل نعمل على إنهاج اقتصاد وطني ومن حقنا أن نستفيد كما يستفيد غيرنا من الشروط والتحفيزات والمناق المساعدة لأستدمار هذا يحيلني على التحث الأكبر والذي أشار إليه الأخوات القبري الذي أرقى مهني القطاع ودفع بكثير منهم إذا حافظت كشناس ألا وهو قطاع غير مهيكل أو كما يسمى مهنيون بالعشوار نحن كما قلت من حقنا أن نستفيد من مناق يشش على الاستدمار وعلى التنافسية وعلى تكافئ الفرص فقد أصبحنا أمام ظاهرة قائمة بذاتها تستحول على 50% من رقم معاملة السوق تشتغل خارج أي إثار قانوني لا رقص لا تصريحات لا ضرائب لا صندوق وطني الثاني الاجتماعي يصلعون كل ما نصنع من حلويات وفطائر وخبز ومولحات والتقليدي وعصري في غفلة من القانون في ضرب الاقتصاد البلاد في تحدي صارق لأبسط أخلاقيات التنافس الشريك